الارهاب ورقة الامارات المفضلة في اليمن واداتها المثالية لتبيض جرائمها والتغطية على اطماعها في موانئ البلاد وجزرها ومناطقها الحيوية هذا ما اكدته دراسة جديدة عدتها مؤسسة خليج عدن حول استخدام الامارات ورقة الارهاب للتغطية على جرائمها وتسويق نفسها كشريك للولايات المتحدة في الحرب على التنظيمات الارهابية لكن هذا الدور لم يكن سوى لافتة للحضور الاماراتي المشبوه في اليمن والذي بدأت معالمه بالتكشف بعد عدة اعوام من انخراط ابو ظبي في حرب استعادة الشرعية ضمن التحالف العربي ومنذ ذلك الحين شرعت الامارات بالتحرك منفردة في بعض المحافظات الجنوبية تحت مظلة مكافحة الارهاب ونفذت عمليات بعيدا عن الشرعية وانشأت ودعمت كيانات مناطقية ذات عقيدة انفصالية وحجتها في ذلك مكافحة الارهاب ولم يتوقف الامر عند ذلك بل قامت الامارات بتضليل الولايات المتحدة والعالم في ملف الارهاب بالاراضي اليمنية وفق ما اكده العضو السابق في فريق الخبراء الامميين البارزين المعني باليمن جريغوري دي جونسون والذي اكد تلقي الولايات المتحدة معلومات اماراتية مضللة حول الارهاب في اليمن ووفقا للدراسة فان الامارات استخدمت شماعة الارهاب لاستهداف قيادات وشخصيات معارضة لسياسات ابو ظبي في اليمن وبذلك ضربت عصفورين بحجر واحد التخلص من المناوئين واستغلال تلك العمليات المنسوبة للقاعدة وداعش لتبرير تحركاتها المعادية للشرعية وللسيادة اليمنية وبنظرة فاحصة يتضح ان ضحايا الارهاب في اليمن هم من خصوم الامارات الرافضين لممارساتها في المحافظات الجنوبية والغربية ما يعني ان القاعدة وداعش مجرد اداة تحركها ابو ظبي لتنفيذ اطماعها واجندتها التي لم تعد تخفى على احد ترجمة نانسي قنقر